يقترب العام 2021 من نهايته وحال نازحي منطقة الفرحاتية في محافظة صلاح الدين لم يتغير نظرة سريعة على مكان عيشهم تكفي لمعرفة الوضع المعيشي للنازحين داخله حيث لا وجود للخدمات الأساسية ولا غذاء كاف ولا دواء ولا وقاية من برد الشتاء وقد تكون الحسنة الوحيدة في هذا المخيم الواقع في مدينة سامراء هي ابتسامة هؤلاء الأطفال أملا بغد أفضل لهم أطلب من الله ومن الحكومة الدهجة الحانة خلت تجي على المدرسة عمر المختار هاي ثمن سنين وراح تجي التاس عام وما نشفنا كانوا ينطلنا غذائية صديقين ينطلنا صحة استعلاقوا كل شي مرضى وظامنا ما جرغمنا وجهاننا وإحنا والله الآن أنا مريضة حدرهم ربع دينار ما يجدني أروح للطبيب أول ما جينا ما غسروا يا نحل سامر يدعمون مساعدات وبأتل وهذا هاي صار ثمان سنوات خلوهم يظلون يدعموننا صارنا سنتين احنا وقعنا للحديدة لا أتل لا حديد عمنا لاش تجي لجنة السجل وتمشي كل شي ما تنطينا جاءت لجنة سجلت مجرد صحيات جابونا بهذا الشهر احنا رد الحكومة تدعمنا تناورينا كرهباء تحطينا خيمات بالبيوت هناك بقي عنا احنا ننزل هناك ما عندنا أي شكال لا تتجاوز مطالب سكان المخيم أكثر من توفير متطلبات العودة إلى منطقتهم وأن لا تكتفي الحكومة بالتصريح بعودة النازحين إلى مناطقهم المنكوبة دون تهيئة ظروف العيش للسكان الحكومة مقاعدة رجعوا خلي وفروا لنا شيء خلي وفروا لنا كرهباء خلي وفروا لنا ما يخلي يدعموننا نبناننا كل واحد غرفة عاد ويبدو أن متطلبات عودة آلاف العائلات النازحة إلى مناطقهم في مدن محافظة صلاح الدين غير متوفرة حتى الآن حقيقة هناك أسباب لعدم عودة هذه العوائل أبرز هذه الأسباب أغلب منازلهم متضررة أو مدمرة بالكامل نقص في الخدمات في مناطق العودة وكذلك قلت فرص العمل لهذه العوائل وبحسب تقارير محلية ودولية فإن نحو مليون ومئتي ألف نازح ما زالوا يعيشون في مخيمات ومراكز إيواء في عدة محافظات مشردين من محافظات نينوى وصلاح الدين وديالا والأنظار والتأميم بعد أن نزحوا مرة أخرى من مدنهم بسبب استمرار ترد الأوضاع المعيشية والأمنية ترجمة نانسي قنقر